اشتركوا في القناة والضرر والضفر والعقد ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 10 و 11 دقيقة بعد الظهر بعد ظهر اليوم الثلاثاء لينتقل بعدها القمر لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر زي ما حكينا في الايام السابقة انه هو موجود بالدلو ومازال موجود بالدلو كمان اليوم والقمر لما بكون موجود في برج نتأثر بصفات تاعة البرج عشان هي كل الابراج بالفترة هاي بتشعر انه هي بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية نكون ودودين اكثر ننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي او مجموعة من الرفقة او جمعة مثلا تجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد طبعا الحدث اللي رح يصير اليوم هو انتقال كوكب عطارد من الثور للجوزاء وزي ما هو معروف لدى البعض اللي هم المهتمين في علم الفلك انه عطارد هو كوكب برج الجوزاء يعني هو الكوكب المؤثر او المسيطر عليه المرة هاي وجوده رح يكون له شغلة مميزة سلبية هو الاشي انه هو رح يتواجد مدة تقريبا لنهاية الشهر هو موجود بالجوزاء بعدين بدو يرجع يتراجع فهذا الاشي رح نذكره بالتفصيل الان عشان هيك بدكوا تركزون معي لانه الفترة القادمة هاي بحاجة انكوا تسجلوا التاريخ اللي بدو يتراجع في كوكب عطارد لانه تراجع سلبي وبأثر على الجميع ولكن هي احنا رح نحكي بالبداية عن الايجابية طبعا انتقال كوكب عطارد رح يصير الساعة 2.49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من برج الثور لبرج الجوزاء ورح يمكث في حركة امامية وبعدين بدو يصير يتراجع زي ما حكينا ولكن حركة الامامية هي من اليوم لغاية يوم 29.5 وبعدها بديرجع للحركة الامامية من مساء يوم 29.5 ورح يستمر بالحركة التراجعية هاي مدة ثلاث اسابيع يعني ليوم 22.6 وبعدين برجع للحركة الامامية مرة ثانية في نفس برج الجوزاء رح يستمر في هاي الحركة الامامية من يوم 22.6 لغاية يوم 11.7 طبعا لان احنا رح نتحدث عن الحركة الامامية في تاريخها اللي هو يوم 29.5 رح نحكي عن الحركة التراجعية طبعا لما بنواجد كوكب عطارد في الجوزاء بيستفيدوا في مجال الدراسة والمطالعة والاتصالات المواصلات الأجهزة الإلكترونية سرعة البديهة الذكاء كلها هاي الامور بتأثر على موليد برج الجوزاء ومعهم كمان موليد الأبراج الهوائية الأخرى والنارية يعني زي الميزان، الدلو، الحوت، الأسد، القوس وكذلك كل شخص تواجد كوكب عطارد ساعة ولادته في الجوزاء الآن اللي بينولد من الصفات يعني اللي بينولد وبكون عطارد موجود بالجوزاء هذولا أشخاص بيتمتعوا بدماغ قوي قادر على مواجهة مواضيع صعبة ناشطين جدا فكريا بيحللوا الأمور بسرعة هائلة جدا بيطلعوا بالقرارات برضو بشكل سريع جدا طبعا تأثير وجود العطارد في الجوزاء على جميع الأبراج رح نبدأ بها بالترتيب برج الحمل بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي اللي هو ما تحت الثانوية الثانوية العامة وما دونها هذولا اللي عندهم امتحانات أو عندهم دراسة أو مطالعة هذولا بيستفيدوا بشكل كبير وبرضو بيستفيدوا موليد برج الحمل بممارسة هواية بعد موليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية أو يهتموا بالإلكترونيات والسيارات أما بالنسبة لبرج الثور بنصب تفكيرهم حول أفضل السبل لكسب المال نشاطهم الفكري كله بيصير على الأموال وكسب الأموال وترتيب الوضع المالي تاعهم الجوزاء بيشعروا بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بأراءهم وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات أما بالنسبة للسرطان هنا بيبدأ اهتمامهم بالغيبيات ولكن المشكلة هنا عند السرطان بيصير عندهم الوسواس والقلق والخوف وفي منهم رح يهتم بأمور إلها علاقة بالروحانيات أو الأسحار أو يشق إنه معمول له سحر أو بيبلشوا يهتموا بعملية علاجها أما بالنسبة للأسد بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد أو ينشطوا بالعلاقات الاجتماعية العذراء أفكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل وبرضو بتفتح لهم مجالات للعمل أو التواصل أو حل مسائل كانت بالعمل معقدة بالنسبة للميزان بينشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الأكاديميون اللي هم الجامعيون بمعنى آخر في دراساتهم برضو أمور إلها علاقة بالهجرة وإلها علاقة بالسفر البعيد أو تواصلهم مع أجانب العقرب بتنصب أفكارهم حول ضد أمورهم المالية المشتركة القوس بيتبادلوا الآراء والأفكار مع الشركاء بشكل كبير شركاء المال وشركاء العاطفة أما بالنسبة للجدي بتفيدهم أفكارهم مع زملائهم بالعمل بشكل خاص ادلوا بيمارسوا نشاط أدبي وبيحثوا أولادهم على الدراسة برضو بيقدروا يتواصلوا مع الأحبة بالفترة هاي أو تطوير علاقة عاطفية أو إقناع طرف آخر بالحب أما بالنسبة للحوت بتنصب أفكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية وبيجدوا حلول لبعض المسائل اللي بتتعلق في هاي الأمور اللي احنا ذكرناها اللي هي العقارية والبيتية والعائلية وممكن شراء بيت أو الاهتمام ببيع عطار أو أرض أو أشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا زاوية وحيدة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة بعد العصر أكثر المتضررين وهم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكوا في يعني خلال هذا اليوم من صرف لفلوس أو إنك تصير بدك تتفشش أو تهرب من الواقع تاعك فبتصير بتتخيل إنك بدك تشتري أشياء أو تصرف فلوس فديروا بالكوا على فلوسكم طبعا القمر زي ما حكينا موجود بالدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة خمسة خمسة رح يبدأ فيه تمام الساعة اتناعش وخمس دقائق بعد منتصف الليل اللي هي أول دقائق من من يوم الأربعة ورح يستمر هذا خلو المسار للساعة ثنتين وثمان دقائق صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن بلش ينحصر من شكل المربع اتجاه الهلال طبعا هو اليوم 23 يوم فلكيا عشان ما أحد يقول لك لا أنت مسبق بالأيام احنا بنحسب فلكيا ما إلنا بالحساب لرؤيته والشهر وقديش بدأ الشهر وقديش هذا فلكيا هو اليوم 23 في الساعة 11 و 42 دقيقة مساء فيصبح 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 منتحس بنسبة 50% القمر في الدلو حتى يوم 5-5 منتحس بنسبة 10% لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بيصبح سعيد بنسبة 10% أما بالنسبة لعطارد في الثور وزي ما حكينا بدو ينتقل للجوزاء رح يظل بحركة أماميه ليوم 29-5 سوى سعيد بنسبة 30% أما بالنسبة للزهرة في الثور حتى يوم 9-5 سعيد بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 60% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجديد بيتراجع طبعا بالتراجع لغاية يوم 16 هو منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية هاي الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة بدك تدير بالك برج الجوزاء بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة اليوم الأجواء اللطيفة بتحيط فيك وبحياتك وهذا شيء جيد عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش اليوم موضوع العلاقة بإرث أو موضوع مالي أو موضوع قديم برج الأسد ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني لكن حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغداءكم وراحتكم حاول أنك ما تسمح للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصد من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وقضاء وقت ممتع معاهم هذه فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات استطعتك المبادرة في الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبيكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أوجر اليوم تتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن اليوم تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وممكن تنشط اليوم بالتنقلات والاتصالات برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل برج الدلو طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل حتى من يوم أمس بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم اليوم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل لك انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد اليوم عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت واستغلت الفرص برج الحوت بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء أي شيء جديد في هذا اليوم لا تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل ومن النشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك باقي يوم وبعدين القمر بصير لعندك بتعوذ كل شيء يعني صار فيه تأخير خلال الفترة هاي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء دعوة اللقاء ترجمة نانسي قنقر